فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأكل قمار عندنا سنن النسائي باب كفارة من ترك الجمعة من غير عوث ورد روى المصنف بسنده الضعيف عن سامر بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بالدينار فإن لم يجد فبنصف الدينار من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بالدينار فإن لم يجد فبنصف الدينار هذا الحديث ضعيف لم يصح الحديث فيه قدامى ابن دايرة وهو مجول الحال رد الله أبو مصحب أحسن الله قال من ترك الجمعة من غير عذر وهذه فيها دلالة قيد وصف مقيد يعني من ترك الجمعة لعذر فأجله تام غير منقوس وهكذا عمل الله مع العباد من كان مريدا أو مسافرا أمر الله الملائكة أن تكتب له الأجل على صحة وعلى إقامة قال من ترك الجمعة لغير عذر ومن الأعذار المرض ومن الأعذار المطر ومن الأعذار الريح ومن الأعذار التمريد أن يمرض أحدا مريضا ومن الأعذار أن يجهز ميتا هذه من الأعذار التي يمكن أن يترك إلى أجلها يترك إلى أجلها الجمعة فمن غير عذر فلا تصدق بالديناء أو نصف الديناء لا صدقة ومن تركها متهونا علي أن يتوب لله توبة نصوح قال فلتصدق بالدينار أو بالنصف الدنار فالتصدق بالدينار أو بالنصف الدنار لم يرد لأن الحديث ضعيف والأحكام مرتبة على التصحيح والأصل براءة ذمة وعدم شغل الذمة هو الأصل السلام عليكم ونحن الله افسنوا ونبدأ فيما نحن فيه لأن هذا هو الأهم عندنا من ترك الجمعة عام من غير عذر فلتصدق بالدينار من ترك الجمعة بغير عذر قلنا هذا قيد هذا قيد يعني في هذا الباب قيد ظاهر في هذا الباب يقيد لنا أنه لو ترك الجمعة من أجل العذر لا شيء فيه أحسن الله أمين أمين فمن ترك الجمعة بعذر فإنه يكون عند الله جلال فعلا ثابت الأجر والأمر الثاني لا عتب عليه ولا إسم عليه لكن لو تركها تكاسلا تركها استهانة فليتصدق بالدينار فإلى ما يجد فيه نص دينار حقيقة الأمر حتى الكفار هنا لو لم يكن الإسناد فيه الضعف فالمتن فيه شيء لأنه لا يمكن الكفارة أن تغني عن صلاة الجمعة كما قلنا أن السيام يوم أيضا لا يغني عن السيام يوم كان في رمضان فأفطر به عامدا قال بابه ذكر فضل اليوم الجمعة فروى حديث أبي هرير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم انتلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرجة من الجنة هي دقيقة ممكن دقيقة واحدة لا لا دقيقة مش هتأخر أبدا خير يوم انتلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج خير يوم انتلعت على الشمس هو يوم الجمعة ولأن يوم الجمعة أيضا الله يعني أحبان به وأضل عنه اليهود والنصارى وهذا فضل الله يطير ما يشاء ففضل الجمعة هنا يظهر عندنا بأنه خير يوم انتلعت هنا اختلف العلماء أهو أفضل أم عرف أفضل فالبعض قال الجمعة أفضل والصحيح أن عرف أفضل والخصيصة في هذا الباب على أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن هذه الأيام أفضل الأيام على الإطلاق وهي يوم عرفة الذي احتسب فيه على الله أن من صامه يكفر سنة ماضية وسنة وسنة لكن نقول على توالي الأسابيع فيهوم الجمعة هو خير الأيام بهذا الباب هم يردون قتل يا أستاذ صالح أنت ترى الذي يؤحد يحدث معنا قال ومن خيرة الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وهذه طبعا خلق الله آدم بيده سبحانه جل في علاه قال وفيه أدخل الجنة وطبعا لما دخل في الجنة حدث ما حدث من وساسة إبليس وأكل من الشجرة فأخرج منه وأخرج منه وأيضا من تمامي عظيمي اليوم أن الساعة تقوم يوم الجمعة رقة رقة الديني بالتهاون بالجمعة الأصل براءة الزمة لا تنشغل الزمة بكفارة إلا بدليل الأصل براءة الزمة الفائدة الثالثة يتأكد على أهل الإسلام تعظيم شعائر الله جل في علاه بإظهار تعظيم هذا اليوم العظيم يتأكد على أهل الإسلام بتعظيم أهل الإسلام لهذا اليوم العظيم ولشيخنا همة نعلت الثرية فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاح المحيا